السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين في كل مكان. ومكاملين مع بعض سيم ستري. هنزاكر مع بعض الليسونز ستري ان فور. ان شاء الله شاهد معكم بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك الفيديو. لو اول مرة تشوف القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يصلكم اي فيديو جديد انا بنزله. ينبدأ مع بعض. نبدأ اول حاجة بي بعنوان يعني التجارة الالكترونية. تعالوا تعرف مع بعض يعني اي اي كوميرس يعني التجارة الالكترونية. is the buying and selling of goods and services on the انترنت. يعني شراء وبيع الخدمات عبر الانترنت. دلوقتي اكيد كلنا بنشتري حاجات عبر الانترنت. حد عجبوا اميس حلو. حد عجبوا تي شيرت. حد عجبوا مثلا مما في البيت عجبها طقم حلل. عجبتنا مسلا عندنا غسالة تلاجة ايا كان نوع المنتجات. طبعا دي اسمها اي كوميرس تجارة الالكترونية. اننا بشتري وكمان لو عندي حاجة عاوز اباحة اباحة برضو عبر الانترنت. فدي اسمها اي اي كوميرس تجارة الالكترونية. احنا عندنا 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 طبعا متاجر كتيرة بتكون عبر الانترنت. لكن عندنا اكيد طبعا كلنا بنتوه في المتاجر دي. المتاجر دي كتيرة جدا جدا. فبالتالي عندنا بيسبب لنا ايه? بيسبب للمستهلك اللي هو انت او انا بيسبب ايه? يعني بيسبب كده ارتباك. ليه? لاني عندنا في قدامنا متاجر كتيرة ومواقع كتيرة انا ممكن اشتري منها. فانا بتلغبط ايه الموقع الكويس? ايه الموقع اللي مش كويس? تمام? فبالتالي بيحصل عندنا ايه? ارتباك. المستهلكين اللي بيكون عندهم خبرة. بيستخدموا ايه? ادوات. الادوات دي المستهلكين دولات بيكون عندهم خبرة. فبالتالي بيستخدموا ادوات البحث علشان تساعدهم ان هما يتخذوا القرار الصح ويشتروا المنتجات الافضل. دول الاشخاص اللي بيكون عندهم ايه? بيقول الخبراء المستهلكين اللي بيكون زو خبرة. تعالوا نحل السؤالين. بيقول السؤال ده مهم بيقول لك بيع والشراء عبر الانترنت للبضائع والخدمات. ده اسمه ايه? اسمه يعني التجارة الالترونية. طيب خبرة المستهلك بيقول بيستخدم التكنولوجيا ايه? يعني ادوات البحث الالكتروني زي ما قلت وهل بزي ما عشان تساعدهم ان هما ايه? يشتروا يعني او اتخذوا القرار عشان يشتروا المنتجات الافضل لهم. تعالوا يعني ارتباك يعني شراء يعني زو خبرة مستهلكين خدمات اللي هي المتاجر يعني اللي بتكون عبر الانترنت. طبعا انا علشان ابحث عبر الانترنت عندي عندي ادوات البحث الالكتروني. انا بستخدمها. طيب ازاي? اول حاجة طبعا عارفينها وهي دي محركات البحث. واكد طبعا كلنا عارفينهم بنستخدمها. عندنا كمان مواقع المقارنة الالكترونية. وعندنا كمان التقييمات عبر الانترنت. دي بقول عليهم التعطي دول يعني ادوات البحث التفنولوجي. تعالوا معايا دلوقتي نتكلم عن كل واحدة منها بالتفصيل وهو ده كده عندنا درسينا بالكامل هنتكلم عن الترنت نقاط دول. نتكلم اول حاجة عن يعني محركات البحث. مي فينا ما بيستخدمش محركات البحث. دلوقتي انا عاوزة اشتري تليفون جديد. اول حاجة مسلا او انا هشتري مسلا تليفون سامسونج او هشتري مسلا عندنا اه تليفون ايا كان النوع ببدأ ان انا كده اكتب في البحث تليفون سامسونج مسلا اكتب عن تليفون ريدمي او اكتب ايه افضل انواع التليفونات او افضل انواع الاصدارات. فبالتالي ايه بيجيني كده اكتر من تليفون او اكتر من نوعية. وابدأ اختر لنا عايزها. فانا استخدمت يعني محركات البحث. بيقولك ان انا بستخدمها ليه? عشان find information about anything. عشان اجد معلومات عن اي موضوع. وده عندنا بيش بتامل على ايه? بيقولك product information معلومات عن المنتج. زي ما قلت كده عزا اشتري تليفون ومش عارف. فبالتالي بكتب افضل انواع التليفونات وبيجيني كده اختيارات او بيجيني كده معلومات عن منتجات. وابدأ ان انا اختار كمان ويبسايت information معلومات عن المواقع برضو الالكترونية. هنا بيقول from articles about products to links to relevant shopping sites search engines are important technological research tools. احنا عارفين طبعا اللي هي محركات البحث اللي هي search engines دي. دي عندنا important technological research tools. محركات البحث اللي بتكون ليها اهمية كبيرة جدا. ليه? لانها بتحتوي على ايه? article articles. مقالات عن ايه? عن عن المنتجات دي. وكمان ايه وكمان عندنا الروابط اللي هتوديك للمواقع اللي انت تشتري منها. زي ما قلت دلوقتي انا كتبت مسلا عندنا على الموقع او على موقع البحث قلت ايه? افضل انواع التليفونات. فانا جاتني ايه? جاتني مقالات. هتلاقي ايه مكتوب هنا? تليفون سامسونج تليفون هواوي تليفون ريدمي. كل انواع التليفونات. وكل تليفون تحتيه كده ايه? هتلاقي في مقالة مكتوبة. المقالة دي هتعرفك كل حاجة عن التليفون ده. وكمان هتلاقي كده موقع او هتلاقي اللينك اللينك ده. هيدخلك على الموقع اللينك ده ممكن تشتري منه التليفون ده. تمام? فهي مهمة ايه? لانها فيها ايه? لانها بتكون لان هي بتكون فيها مقالات حول المنتجات اللي بتوديك للروابط الروابط دي بتكون بتوديك الى مواقع التسوق اللي انت تشتري منيها. تساعد المستهلكين برضو على اتخاذ قرارتهم اللي هي مين? اللي هي اللي هي محركات البحث. تعالوا معايا نشوف كده على الكلام اللي انا بقولوه. احنا عارفين ان المستهلك اللي هو انا وانت عاوز تشتري ملابس. تمام? ملابس تكون مناسبة للبيئة اللي احنا عايشين فيها. هتعمل ايه? اول ما انت تكتب كده عاوز مثلا ملابس خاصة بالشتاء او خاصة بالسيف او الخريف ايا كان بمغرض انت ما بتكتب الكلام او تكتب اللي انت عايزه. وتضغط كده على يعني على بحس بديك نتائج سريعة. وكمان بديك كده وصف كده صغير لكل المنتج ده اللي انت بتدور عليه. زي ما قلت حيديك نتائج سريعة. وهيديك كده شرح يوصف بيه المنتج ده لكل قطعة ملابس. تمام? وبعدين انت كل اللي عليك انك انت هتنقر بس على المعلومات دي. وتختار القطعة اللي انت عاوزها. بس كده. تمام? عندنا بعد كده الحاجة التانية من تكنولوجيكال ريسيرتش تولز اللي هي مواقع المقارنة الالكترونية. عندنا كونسيومرز يي يوز كامبيرزن ووبسايت. والمستهلكين طبعا بيستخدموا المواقع المقارنة الالكترونية دي. تعالوا الاول نقرأ الكلمات ونكمل. عندنا هنا بروداكت معناها منتج ستوبول يعني مناسب كويك سريع كامبيرزن مقارنة ديسكريبشن يعني وصف كليك اون معناها ينقرأ على ريزولز يعني نتائج. هل بكونسيومر كومبير بروداكتز كومبيرزن زي كود بي بيزد اون برايس او كواليتي اوف زا بروداكت. لتساعدهم على المقارنة بين المنتجات من حيس السعر او الجودة. انا علشان اقارن مسلا ما بين مسلا سامسونج مسلا ما بين عندنا مسلا ريدمي تمام? او قطعة ملابس دي من الشركة دي او عندنا من الشركة دي. بقارن من حيس ايه? بقارن من حيس عندنا السعر. التليفون ده مسلا عامل مسلا سيكس ساوزند. التليفون ده التاني مسلا عامل برضو سيكس مسلا ساوزند. لكن التليفون ده الجودة بتاعته مسلا احسن. او ده اغلى علشان الجودة بتاعته احسن. المهم لما بقارن ما بين منتج ومنتج. بقارن من حيس عندنا برايس وعندنا كمان الجودة بتاعة المنتج ده زي عندنا اكزامبل بيقولك لو واحد عاوز مستهلك يشتري مثلا نيو لابتوب يشتري لابتوب بيستخدم المقارنة بتاعة الويبسايت دي قارنة المواقع دي هيعرض ليه قدامه كده اجهزة كمبيوتر تمام كتيرة خالص قدامه وكل طبعا جهاز هيقولك هنا اللي هيديك المميزات بتاعة كل جهاز والمحتويات الجهاز تمام وهيديك كمان الاسعار بتاعة كل جهاز تمام فكده احنا بنعمل ايه او هو بيستخدم ايه اللي هي مواقع المقارنة دي تعالوا نحل هنا سؤالين بيستخدموا ان مواقع اللي هي المقارنة مقارنة المواقع بتعرض لك اختيار لنفس المنتج وبتقارنه بايه طبعا بتقارنه بيه يعني المميزات بتاعته وكمان اللي هي التكلفة تمام طيب تعالوا معايا هنا كده يبقى اختار هنا ايه اي ان بي هختار الاتنين بعدين عندنا وهي ايه التقييمات عبر الانترنت احنا عارفين بيقول ايه اني التقييمات اللي بتكونوا عبر الانترنت دي بتكونوا عن طريق مين المستهلك اللي هو انا دلوقتي انا اشتريت زي ما قلت لابتوب او اشتري التليفون تمام ايه التليفون اللي انا اشتريته ده من الموقع الفلاني ده فاعجبني جدا بالتالي انا بروح للموقع بعد ما بستخدم التليفون واعمل ايه بعمل ريفيو بعمل تقييم للابتوب او التليفون اللي انا اشتريته ده بحط له مثلا عندنا لو هو ممتاز بحط له فايف ستار واكتب كده تعليق حلو عن المنتج ده اللي انا اشتريته ولو هو وحش انا ما بدي لهش مسلا ستار او مسلا بدي له ستار واحدة او على حسب يعني التليفون ده او اللابتوب ده مميزات وكانت معايا ازاي? تمام? وابدأنا ناكتب تعليق. ممكن التعليق يكون سلبي. وممكن التعليق يكون ايجابي. زي ما انتم دلوقتي بتفرجوا على الفيديو. الفيديو لو عجبكم تكتبوا ايه? تعليقات ايجابية. تمام? بتقول شكرا يا ميس. آآ احنا استفدنا من حضرتك وهكذا. لو حد ما عجبوش برضو بيكتب تعليق انه الفيديو ما عجبوش. فهي دي عندنا اسمها ايه? يعني تقييمات. بتكون عبر الانترنت. بس اخلي بالكم بيقول لك حتى تقييمات الاصدقاء وافراد الاسرة عبر مواقع التواصل الاقتماعي يمكن ان تكون قيمة. هتلاقي مسلا حد يبيع مسلا ملابس تمام? يبدأ ان هو اي? يدخل الارايب بتاعته والاصدقاء والكل يبدأ ان هو يشكر في المنتج بتاعه. زي ما برضو في قنوات كتيرة على اليوتيوب. تلاقوا مسلا القناة دي لها اصدقاء ولها اصحاب ولها قارب. تمام? يبدأوا ان هما يشكروا في القناة على الفيسبوك. يقولوا قناة ممتازة قناة ما فيش زيها. واكيد ملاحظين الفترة الاخيرة دي. كل القنوات اللي بتكون لسه بدأة. يبدأوا ان هما يكتبوا عبر المواقع عبر الفيسبوك. ويقولوا ايه افضل قناة على اليوتيوب تلاقي كل الاصدقاء والاقارب والاولاد وكمان في ناس كتيرة بتشتري الحاجات دي. يعني بتشتري كمان تعليقات الناس ان هي تدخل وتبدأ تقيم بتعليق ايجابي علشان تكبر القناة بتاعتها. تمام? فعندنا بيقول لك هنا اين? تشارك معظم المواقع الالكترونية دي بتقييمات المستهلكين للمنتجات. خلي بالكم لازم المستهلكين يتخذوا الحظر. بيقول يعني بيقول لك ان بعض المواقع دي بتكون ايه? بتكون او بتكون مبالغ فيها. زي ما قلت لان بداخل بيعلق او بيقيم بيكون حد تبع اللي هو صاحب المنتج ده. حد من اصدقاء او اقاربه او ما عارفه بيبدأ ان هو يقيم المنتج ده علشان ايه? زي ما نقول كده بيجامل صاحبه او قريبه ده. تمام? او اني ممكن كمان انا مسلا علشان بكره المنتج ده او المنتج ده بيكون منافس ليا. فبالتالي انا بدخل واكتب تعليقات سلبية علشان اوقع المنتج ده. فبالتالي مش كل مش كل التقييمات اللي بتكون على منتج او على قناة اي حاجة بتكون قدامنا. فبالتالي بتكون تعليقات او تقييمات بتكون صحيحة. لا ممكن تكون يعني فيك. لازم انا اجرب بنفسي واسأل حد اكون واثق منه على المنتجات ديت او على التعليقات او الريفيوهات المكتوبة عن المنتج. كمان عندنا التوصيات الشفوية من الاسرة والاصدقاء دايما بتكون وسيلة مساعدة في تقييمات عملة الشراء المحتملة زي ما قلت كده. ادخل الاب والام والاخوات وابناء الخالة والعمة كل العيلة والاصدقاء وقلوهم ايه? وقلوهم يلا كده قيموا المنتج بداي. عندنا معناها الاسهم والسندات. طبعا دا اتكلمنا عنه قبل كده الترمي الاول. عندنا يعني ايه عندنا اللي هي البورصة? يعني ايه البورصة? ان هي عبارة عن ماركت. عبارة عن سوق. عبارة عن سوق. بيمكن ليه الافراد او الناس يشتروا ويبيعوا ايه? عندنا يعني ايه معناها حصص. او بيقول عليها يعني ايه? يعني الاسهم. يبقى دي اسمها يعني ما انا كده عندي فيه شركة. شركة مسلا خاصة بمنتجات الالبان او العصير او الملابس او ايا كان. مبدأ ان انا اشتري اسهم في الشركة دي. اشتريت مسلا عندي ساهمة مسلا بمئة الف ولا بخمسين الف جنيه. تمام? طبعا شاركت في الاسهمات للشركة وطبعا في الاخر بيقول لي انا فوائد باخدها من من الاسهم اللي انا ايه? اللي انا دفعتها دي او اللي انا ساهمتي بيها. بعد كده نتكلم عن عن اسهم الشركة. هي ايه اسهم الشركة? زي من قلت كده. هي اجزاء متساوية. تنقسم اليها ملكيتي الشركة. are equal parts into which the ownership of the company are divided into. عبارة عن اجزاء متساوية. يعني ايه? دلوقتي زي ما قلت. انا مسلا في شركة مسلا شركة لابن. تمام? الشركة دي بتطرح مجموعة من الاسهم. السهم الواحد مسلا في شركة بتحط تلاتين الف اربعين الف. تمام? عبارة عن مجموعة من الاسهم. انا مسلا اشتريت ايه? اشتريت سهم. السهم ده كان بتلاتين الف جنيه. فانا بقول لك هي اجزاء متساوية تنقسم اليها ملكية الشركة. انا اشتريت اسهم فانا بالتالي ساهمت في الحصف بتاعة الشركة دي. عندنا الحصص دي. الافراد اللي هو انا يعني اللي اشتريت الاسهم دي بحصل على نسبة معينة من الملكية في شركة ما يعني طبعا انا اشتريت سهم وانت اشتريت سهم فبالتالي انا بحصل على نسبة معينة من الملكية دي. بيبقى ليه كده حق في ايه? في الارباح بتاعة الشركة دي. عندنا الافراد. خلي بالكم الاسهم دي لما بحب اشتري سهم في شركة ما بشتريش السهم ده في اي شركة. لأ بشتري السهم ده من شركة بيكون موثوق فيها. يعني الشركة دي عارف ان هي شركة نجحة وشركة كبيرة وعلى طول في نجاح وفي ارباح مستمرة بتزيد. ما ينفعش ان انا اخد سهم في شركة والشركة دي خسرانة فبالتالي انا هخسر فلوسي. فبالتالي هنا ايه? الارباح. بيقول لك الافراد بتستند ارباحها او خسرها على نشاط الشركة دي. لان الشركة دي لو كثبت تمام او ربحت فلوس. فبالتالي انا كمان هياخد فلوس. ولو الشركة دي تخسرت فلوسها يبقى انا كمان برضو خسرت فلوسي. لهذه العملية لها مخاطر عديدة. هي ايه المخاطر دي? اول حاجة عندنا ان خلي بقى لكم الشركة ممكن تخسر كل اموالها واعمالها بسبب المنافسة او التقييمات. زي ما انا قلت كده ممكن حد بيكون يعني بينافس الشركة دي. يبدأ ان هو مسلا يكتب تعليقات وحشة. يبدأ ان هو مسلا اه يوقع الشركة بالكلام. يوقع الشركة بالتقييمات بيحس اي حد يدخل على المنتجات دي. بيقول ان المنتجات ديت وحشة. فبالتالي الناس بتبعد عنها. ده بمجرد ايه? بمجرد بس ما هو عمل تقييمات. بيقول لك كمان المنشورات اللي هي بتكون سلبية. بيكون عندنا فيها ايه? او بتشتمل على يعني ايه? معناها الشائعات. والاكاذيب كان برضو افكت كامبانيز بيزنس برضو بتأثر على اعمالي الشركة تمام? عندنا كمان كامبانيز كان سيل بانز تو هيلب ريز موني. الشركة كمان ممكن هي تبيع السندات كوسيلة لجمع الاموال. يعني الشركة بتبدأ ان هي تحط كده مستندات. تمام? يعني مسلا ايه? الشركة علشان مسلا ما ما تخسرشي. فهي بتحط كده بتبيع مستندات عشان تقدر ان هي تجمع الاموال وتبدأ ان هي توقف على رجليها. عندنا كمان. طبعا الافراد بيختاروا الاسهم او بيشتروا الاسهم دي كوسيلة علشان يدعموا الشركات بس الشركات اللي هم يعني بيثقوا فيها. بعدين تعالوا جايب هنا بيقول يقول ان الشخص اللي عاوز يساعد البيئة بيقول ان هو بيكون عاوز يستثمر في ايه? في اجرين كامبني. يعني في الشركات اللي بتكون ملأمة للبيئة. that helps to preserve the environment اللي بتساعد في ايه? في الحفاظ على البيئة. بعدين معايا اخر حاجة بيقول stocks and pawns. الاسهم والسندات can be bought managed sold through trusted and official websites. خلي بالكم الاسهم والشركات الاسهم والسندات دي بنشتريها او يمكن شراءها او ادارتها او باعها بسهولة عبر ايه? عبر المواقع الالكترونية الموثوقة الرسمية. this way people can have more control over their financial decisions. الاشخاص يمكن ان هم تمتعهم بسلطة اكثر في ادارة قرارتهم المالية. تمام? طبعا انا هقدر ان انا اشتري مستندات او هشتري اسهم. فانا الشخص اللي هقدر الشخص الوحيد اللي انا هقدر ان انا اشوف ايه? هدير القرارات المالية دي. the company's ownership is divided into equal parts which are called. الشركات اول هو الانر صاحب الشركة بيقسم بيقول الاجزاء المتساوية دي اسمها ايه? اسمها shares حصص. a person who want to help the environment might want to invest in. الشخص اللي عاوز يساعد في البيئة بيقول بيستثمر في ايه? هقول في green company. اه هنا عندنا بعد كده الكلمات يعني سندات اكاذيب يعني افراد يعني مالية قرارات شائعات الشركات الملأمة للبيئة. وعندنا يعني يخسر. سمنى من حضراتكم اللي يوصل معايا لحد الجزئي دي يكون عمل لايك للفيديو. تعالوا معايا نحل هنا كده الاسئلة. معايا الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون طويل جدا. لاني زي ما انتم عارفين اللي امتحانات قربت. فبالتالي انا عاوزة اخلص معاكم قبل الامتحان. عشان نبدأ عشان نلحق ان احنا نراجع. يلا معايا هنا بقول اول حاجة. اننا عندنا كمان اللي هي المراجعات اللي بتكون عبر الانترنت دي كلها ادوات البحث التكنولوجي. بيكون عندنا مواقع للتسوق فدي اسمها اللي هي محركات البحث. يعني بتزودك بنتائج البحث السريع. دي طبعا عارفنا على طول اللي هي اللي هي محركات البحث. طيب يعني بالمستهلكين او الاصدقاء او المستهلكين او حط الاصدقاء او اعضاء العيلة بيقول على مواقع التواصل بيقدروا ان هم يعملوا تقييم لها. فده اسمه اللي هي التقييمات عبر الانترنت. بيدي نسبة للافراد لملكية الشركة فهي اللي هي البورصة. ممكن ادارتها وبحها من خلال المواقع. وهقول البونز. وهقول بوث اي ان بي. بيقول بتأثر على اي بتأثر على اعمال الشركة. اللي هي بتكون سلبية عبر الانترنت. بتكون اجزاء متساوية تقسم الى ملكية الشركة. بيقول لها اللي هي الحسس. اللي هي التقييمات دي. يقول لك بعض الاوقات بتبدك وتكون ايه? بتكون انا fake. وكمان بيكون مبالغ فيها. يبقى قلو اي ان بي. مواقع البحس بتستخدم لاجادة المعلومات عن اي شيء زي ايه? عندنا زي product information. عندنا كمان website information. تمام? يبقى انا هختار ايه? بيقول اي ان بي. من هختار اي ان بي. ايه? عشان في بيقول لك متاجر كتيرة عبر الانترنت. بعض المستهلكين هيجدوا ايه? هيجدوا هيجدوا يعني هيجدوا ارتباكا في ايه? في الشراء او في عملية الشراء دي. تعالوا معايا هنا في هنا بعد كده. بيقول هنا. يعني بيقول الشراء عبر الانترنت او بيع البضائع والخدمات بيكون معروف باجارة الالكترونية. اه طبعا هنا الاشعاعات والاكاذيب دي طبعا دي بتأثر على شركات اه طبعا هقوله اه محركات البحث بتاعت بيستخدم عشان نطبع المعلومات لأ طبعا هقول عشان نجد ايه? المعلومات. المواقع بيقول اللي هي اللي بتقارن المنتجات يمكنها ان تساعد الكونسيومر طبعا ترون. يمكنك ان تستخدم اللي هي مواقع البحث عشان تلاقي المعلومات عن اي شيء بيشتمل تفاصيل المنتج وبيقول المعلومات عن الموقع طبعا هقول له ترون. اه اللي هي التقييمات اللي عبر الانترنت دي بتكون as well as those on social media from friends and family might be helpful. التقييمات اللي هي بتكون من الاصدقاء او الارايب اللي بتكون على social media دي طبعا بتكون مساعدة لصاحب المنتج او صاحب بالدعاية طبعا. هقول له اجابة true. a market where people can purchase and sell shares sometime known as stock is called a supermarket. ده المكان اللي بنبيع في الاسهم والحصص واستندات الحاجات دي. فده اسمه supermarket? لا طبعا اسمه ايه? اسمه يعني البورصة. وبساينس cannot be used to purchase manage and sell stocks and pawns. المواقع ما بتقدرش تستخدم الشراء والادارة ويبيع الاسهم والشركات. لا طبعا بتقدر فهقول له can be used يعني بتستخدمها. people could decide to invest in stocks and in order to support the company they believe in. الناس بيحددوا او بيقرروا ان هما يستثمروا في البورصة علشان تدعموا الشركة اللي هما بيصدقوها يعني. اه طبعا هقول له true. information from family and friends is always a helpful way to evaluate potential purchases. المعلومات ان الاسرة والاصدقاء دايما بتكون تقييمات بتكون مساعدة لها على عملية الشراء يعني. هقول له اه اجابة true. بعتذر جدا مرة تانية على وقت فيديو النهاردة. زي ما شايفين معايا وقت الفيديو طويل. اتمنى من حضرتكم انكم تشجعوني. الفيديو تعبتي فيه جدا. اتمنى بس انكم تعملوا لايك وتشيروه مع اصحابكم. يلا نكمل عندنا بعنوان معناها ايه? معناها التواصل مع مقدمي الخدمات التعليمية. عندنا ايديوكيشنال سيرفيز بروفايدرز اختصرتها اي ااس بي اي ااس بي اول حرف من ايديوكيشنال حرف الاي وعندنا سيرفيز حرف الاس اهي وي بروفايدرز اللي هو حرف البي. بي دي عندنا مقدمي الخدمات التعليمية. الاماكن او المقدمين خدوات التعليمية دي بتنقسم الى ايه? منظمات ربحية. ونون يعني منظمات غير ربحية. منظمات يعني بتكون بتاخد منك فلوس. وفي منظمات غير ربحية يعني مش بيكون فيها فلوس. يعني انت ما بتجفعش فلوس مقابل خدمة. فانا بيقول ايديوكيشنال سيرفيز بروفايدرز بيقول بروفايد ايديوكيشنال سابورت. بيقول المقدمين الخدمات التعليمية دي بيقدموا الدعم التعليمي. بيقول دي كمان بتكون سورسز اف انفروميشن. which a student can potentially learn from. بيقول كمان ان هي مصادر للمعلومات التلاميذي يقدروا يتعلموا منها. طيب زي ايه? زي عندنا المكتبات اللي بتكون عبر الانترنت. كمان وكمان مواقع النشرة التعليمية. كل الحاجات دي بيقول عليها ايه? كل الحاجات دي مصادر للمعلومات. كل التلاميذي يقدروا ان هما يتعلموا منيها. كمان عندنا الاكزاندريا لايبيري. اكيد عارفينها مكتبت الاسكندرية. وعندنا كمان اجيبشن دولاجي بانك. وبنك المعرفة المصري. كل دول برضو بيقدموا لنا ايه? بيقدموا لنا خدمات تعليمية. بيقول ار تو والنون. دي بيكونوا مرموقان في هذا المجال. افضل مكان ممكن تحصل على المعلومات منه وتكون موثوق فيها اللي هي الاكزاندريا لايبيري. وكمان اجيبشن راتجي بنك. بنك المعرفة المصري. الكلمات سريعة. عندنا هنا بروفت معناها ربحي. دعم معناها معروف او مرموق. ادي كوشنال تعليمي. مواقع نشر. متاحف افتراضية. عندنا يعني مصادر. انت ممكن تتواصل بالي اس بي. اللي هم اديوكيشنال سيرفيس بروفيدرز. علشان يساعدوك انك انت تبحث عن احتياجاتك التعليمية الاخرى. زي ايه? زي انت مسلا. يمكن انت ترسل طلب عبر البريد الالكتروني. لما تيجي كده انت عاوز ترسل رسالة عبر البريد الالكتروني. فالرسالة دي لازم تكون ايه الرسالة رسمية لما انت بتكتب اللي هما مقدمية لخدمات التعليمية. تكون ايه الرسالة? تكون تكون ايه? تكون يعني رسمية. زي ما شايفين كده الايميل. طبعا انا مش اقرأ الايميل ده. الايميل ده هو عاوز يعرفك بتكتب ازاي يعني ايميل. بتكتب ازاي ايميل بيكون رسمي. في البداية بتكتب عندنا وتكتب الاسم اللي انت بعت له الايميل ده. بعدين بتكتب الموضوع ده بخصوص ايه? وبعدين بتكتب كده مقدمة. وبعدين بتكتب سبب كتبتك للرسالة دي ايه? وبتكتب هنا السبب كده. وبعدين بتكتب جملة ختمية. يعني كده آآ خلاص حاجة بتختم بيها الموضوع. وفي الاخر بتكتب اسمك هنا في نهاية الايميل. وبتعمل بترسله. زي ما قلت هو بيكون يعني بيكون رسمي. من المهم تكون ايه? لما بتكتب اللي هي بتكتب رسالة لمقدمية الخدمة دول. طبعا بتكون رسميا. من المصادر المعلومات اللي الطالب بيقول منها اللي هي ايه? عندنا اللي هي اللي هما مقدموا الخدمات التعليمية. اه بتشتمل على ايه? بتشتمل على طبعا المنظمات اللي بتكون ربحية والمنظمات الغير ربحية. انا بيقول بعض الاوقات بمجرد انت ما بتعمل للايميل اللي انت بعته بتلاقي رد حد كده رد عليك بشكل تلقائي. بيقول لك ايه? بيقول لك احنا بنشكرك وقريبا هنتواصل معك. صح كده? انت لما بتكون كده عبر الانترنت وضغط على رسالة على منتج ليه اعلان مسلا على الفيس. وحابب ان تستعلم عن حاجة. او حد مسلا بعتلي على صفحتي على الفيسبوك عاوي السؤال. هتلاقي ايه مسلا عندك رد يقول لك قريبا سوف نتواصل معك. دي رسالة بتكون تلقائية بتجي لك كده. عندنا كمان شات ويندوز. عندنا نوافز الدرداشة. زي ما شايفين معي اللي هو الحوار ده اللي بيكون ده شات. احنا بكوننا عارفوه طبعا. يو كان اصو كمان ممكن حتى تواصل معاهم استخدم من تشات ويندوز ده. تمام? بيقول لك هنا كمان ده بيكون اقل رسمية. اللي هو الويندوز. تشات ويندوز ده بيكون ايه? اقل رسمية عن الايميل. الايميل بيكون فورمال. لكن تشات ويندوز ده بيكون بيكون اقل رسمية. شايفين معي بالشكل ده? بيقول you must still be polite. لازم تكون مهذب وانت بتتكلم وكمان تكون clear. وتكون واضح in your request. طلبك يكون واضح وتتكلم باحترام مع مزوده الخدمة التعليمية دي. عندنا كمان في روبوتات المحاسة اللي هو تشات بوتس. عندنا تشات بوتس تشات ويندوز يجول يهاف تشات بوتس يعني بتكون اللي هي روبوتات المحاسة. يكون في روبوت هو اللي بيرد عليك. فبيقول لك ايه? تشات بوتس aren't real people. الروبوتات دي ما بتكونش افراد حقيقيين. زي عندنا مين? زي? زي زكاء الاصطناعي اللي هو ايه? ده عبارة عن ايه? دي برامج كمبيوتر. مصممة علشان عشان تجاوب على الاسئلة بتاعتك عبر الانترنت. فده عبارة عن ايه? عبارة عن يعني روبوتات للمحاسة. طبعا دول اشخاص غير حقيقين زي ما قلت روبوت يعني. لما بستخدم نوافذ الدردشة دي. لازم تكون واضح. لازم على قد ما تقدر باقصى قدر تكون واضح وتكون مركز في الاسئلة دي. يقول لك الا انت مش هتحصل على استجابة دقيقة او تكون ذاتة سلة يعني بالمضوع. خلاص خلصنا تعالوا نحل الاسئلة. بيقول هنا ايه? قلنا اسمها اي اس بي اس. الطلاب بتعلمه من اللي بقولك الاي اس بي اس. بتعلمه من خلال ايه? هقول من خلال المواقع اللي هي التعليمية دي. مواقع النشر التعليمية. نفروض ايه بيقول لك هنا? هقول polite and clear. انك انت تكون مهزب وواضح. سيحة معطال للتواصل باستخدام chat windows. ايه is the role of chat bots? بيقول لك ايه هو? دور chat bots in communication with esps through chat windows. بيكون ايه? انه هو responding. انه هو يجاوب على question الاسئلة online. اللي بعده. you must be clear and focused in your. لازم تكون ايه? واضح وبتكون مركز على ايه? when using chat windows. طبعا على request على الطلب بتاعك. you can contact. يمكنك انت تتصل بده. to help you with research or other. يمكنك تتواصل بيه ده عشان يساعدك في البحس بتاعك or other او ايه تاني? او اهتياجاتك التعليمية الاخرى. ايه برامج الكمبيوتر. design to respond to question online. عشان تجاوب او مصممة عشان تجاوب على اسئلتك عبر الانترنت اللي هي chat bots. the main purpose of ESP to help. الغرض الاساسي منها ايه? هقول عندنا to help. عشان تساعد في ايه? with educational needs. في الاحتياجات التعليمية. formal emails should have help with. الايميل الرسمي يجب ان هو يساعد في ايه? clear subject line. يعلى موضوع يكون واضح. you can communicate with some ESP using. نمكن ان تواصل مع مقدمة الخدوات التعليمية دي باستخدام ايه ويندوز? باستخدام تشات ويندوز. آآ وين موقت تشات ويندوز? it's essential to be as clear. لما بتستخدم التشات ده من الضرورة كنت تكون واضح. وتكون يعني ايه? انك انت بتركز على طلبك. فبالتالي هقول له هنا ايه? communicate. لما انت بتستخدم ايه? او تتواصل باستخدام اللي هو تشات ويندوز. بعدين معايا هنا في true or false. بيقول اس بي اس ار sources of information that a student can potentially learn from. اللي هما مقدموا الخبرات التعليمية دي بيقول هي المصادر للمعلومات اللي الطالب يعني بيقول ان هو بتعلم منها. طبعا هقول له اجابة true. بيقول ان هي بتشتمل both profit and non profit organization. هقول له برضو اجابة true. المكتبات ومواقع النشرة التعليمية دي. وبيقول لك كمان والمتاحف عبر الانترنت بيقول ان هي كان بي يعني يقول لك زيها زي تويتر. لا طبعا هقول له considered as ESPS. you can ask ESPS help with research. ممكن لك تتسألها علشان يعني المساعدة. فهقول له اجابة true. chat windows usually have chat bots for responses. chat windows بيقول لك غالبا بيكون في ايه? chat bots عشان يعني يرد عليك. اه طبعا. sending an email request is a way to contact ESP. ارسال طلب بيقول هنا ارسال طلب ال email بيكون طريقة للاتصال بده. اه طبعا هقول له اجابة true. it is not necessary. مش من الضرورة to be formal. انك انت تكون رسمي. when writing to an ESP. لأ طبعا قلنا لازم يكون ايه? يكون formal. chat bots يعني يقول لك chat bots in chat window. بيقول are real people. دول اشخاص حقيقية. اشخاص حقيقية. لا اه هقول له تكون روبيتس. alexandria library and egyptian energy bank are too well known ESP اه طبعا. chat windows are always more informal than email. chat window بيكون دايما اكثر بيكون يعني اكثر غير رسمية عن الايميل. اه من قلت chat window بيكون informal. اما الايميل بيكون formal. فبالتالي يقول له اجابة true. غير تكون خلصت حلقتنا النهاردة. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. برجاء ان تعملوا لايك للفيديو. thank you for watching. bye bye.